فإذا نكمل مع تطبيق نيكست جي اس الذي لدينا فنحن قمنا بإضافة الوصفات بهذا الشكل وأيضا قمنا بإضافة وصفة بشكل يعني بشكل ناجح وأيضا قمنا بالطبع عفون قمنا لنعود إلى الصبح الرئيسية قمنا بذهاب إلى وصفة الواحدة وقمنا بعرضها في صفحة الوصفة الواحدة يمكن أن نضيف وصفة جديدة أيضا يمكن أن نعرض كل الوصفات أيضا بصفحة الوصفة الواحدة أريد إضافة يعني جنرال كنترول هذه اسمناها جنرال كنترول أريد أن أقوم بإنشاء شيء اسمه للوصفة الواحدة من خلالها يمكن مثلا أن نضيف ونريد إضافة هذه الأزرار فبكل وساطة سنذهب هنا إلى الكود الذي لدينا هنا ولنبدأ بداية سأذهب إلى صفحة أو دعونا نرى الكود الذي لدينا نبدأ مع الكود الذي لدينا ما هو فإذا هذا هو الكود أو هذه هي هيكلية المشروع فأنا بالي أن أريد الذهاب إلى صفحة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فإذا سنذهب إلى single هنا ومن هنا سأقوم بجلب control آخر سأسميه هنا single controls وسأذهب إلى component controls حتى أقوم بإنشاءه فسأقوم بأخذ هذا كما هو جيد وألسقه بالنهاية لكن لن أسميه general controls سأسميه هنا single controls واضح وطبعا هذا لن أخذ لها بهذا الشكل أو ربما نأخذ لها واحدة التي تكون هي فأنا قمت الآن بالداخل يعني بدلا أن أكتب هنا جيد كنت بهذه العملية هنا مباشرة وهذا سأقوم بحث فيها هذا سأقوم بحث فيها هذا سأقوم بحث فيها هذا سأقوم بحث فيها فإذا هنا هذا الزر الأول سيكون عبارة عن edit recipe فبالتالي سأسميه edit وبالنسبة لليوري الخاص به سيكون هو عبارة عن edit وثم سيذهب إلى ال ID وبالنسبة للإدت سنعطيه button boring الآن سنضيفه وبالنسبة للأد هذا زر الأد النسخ الآن سيكون اسمه زر الحذف وبالتالي زر الحذف سأمسح هذا سأطيه delete وسأطيه هنا danger وبالنسبة للسطيلات فقط سأضيف style بهذا الشكل button danger الذي سيكون ال background له tomato tomato هل هذا صحيح؟ وأيضا button worrying الذي سيكون background له orange فالآن إذا عودنا إلى هنا نريد أن نستخدم هذه سأستخدمها هنا بنهاية فإذا هنا بالأعلى سنضيف general controls وبالأدنى سنضيف single controls وسنعطيها id recipe فإذا recipe dot id جايت فإذا لنرى كيف حدث كيف تم تطبيق ذلك لاحظوا ها هو edit ستذهب لصفحة edit slash ثلاثة وهذا هي delete هنا فالآن دعونا نبدأ مع delete كونه أسهل وثم نستمر مع edit ما رأيكم؟ إذا الآن عند النقر على delete أريد أن يظهر هنا نافذة منبثقة أو confirm model وأريد أن يسأل هل أنت تريد الحذف فعليا أم لا وثم إذا قال لا لن يحصل شيء إذا قال نعم أريد إرسال طلب حذف من لل فليه نقوم بذلك هنا بالcontrols هنا بالcontrols بمكان زر delete هنا سنكتب إذا تم النقر هنا وأريد وهنا في الأعلى سأقوم بإنشاء هذا الفنكشن تم إنشاءه جيد جدا الآن سأعطي نتيجة إذا كان سأرسل confirm هذا يعني ليس شيء خاص هو بجابا سكريبت موجود وهنا سنكتب طبعا هذه الرسائل كلها سنغيرها لاحقا هذا فقط يعني مسودة مسودة المشروع جيد فإذا قال نعم فإذا قال نعم إذا قال نعم فأنا مضعيا أريد console.log delete it وغير ذلك فأنا أريد فعليا يعني أريد عرض error مثلا وأيضا إذا تم الحذف أريد فعليا التوجيه للصبحة الرئيسية فإذا هنا سأكتب redirect to home page يمكن أن أقوم ب redirect to home page باستخدام أمر اسمه router.fush بهكذا وهنا يجب أن أجلب هذا الروتر من خلال useRouterHook الموجودة بNext.js طبعا أنا لم أقوم بجلبها ففي بالimport بالأعلى يمكن عفوا بالimport بالأعلى يمكن أن أقوم بimport لهذه الهوك useRouterHook from next router جيد فعندما يتم الحذف سينقلني للصفحة الرئيسية حسب الشيء الذي كتبته هنا وسيكتب لحذف وتم النقل الصفحة الرئيسية فإذا ممتاز لكن دعونا نجلب ذلك فإذا سأقوم بinspect elements والconsole هنا هنا سأكتب delete فare you sure you want delete سأكتب ok فdeleted وسينقلني للصفحة الرئيسية جيد هذا مرة أخرى سأذهب إلى هنا طبعا لا نذهب لوصفة أخرى مثلا هذه الوصفة لأنها بارغة فإذا مثلا هذه مرة أخرى delete مجرد إذا قم بنقر على cancel وأن يحدث شيء سأبقى على نفس الصبحة أما إذا قم بنقر على delete يعني confirm فسيتم الحذف لكن فعليا لم يتم الحذف من الback end فحتى أقوم بعملية الحذف فعليا فيجب بدلا أن أقوم بعملية الحذف الفعلي فالشيء الذي سأقوم به هنا سأكتب send delete request to the back end وكيف ذلك فبكل بساطة سنكتب response سنستخدم أيضا fetch وسنكتب fetch ولكن نريد إرسال هنا الطلب ما هو الطلب الذي نريد إرساله نريد إرسال طلب delete فيمكن بكل بساطة مرة أخرى من هنا أن نجلب delete one وهذا سنجلبها من سنجلبها من وإذا هدت إلى هذا الملف سأقوم هنا بإضافة نقطة delete one فإذا هنا سأضيف هذه النقطة فإذا delete one وفقط فإذا هذه هي النقطة التي أريد فعليا أن أقوم بـ hit لها أو بطلب لها عندما يتم النقر على هذا فإذا هنا أصبح لدي delete one فسأعد له هنا وسأطلب delete one لكن علي أن نزودها بال id الذي جلبته من هنا بالأعلى مررته لل props لل single control وأريد أيضا أن أعطي معلومات أخرى فالمثل التي أريد فعليا أن أطلبها في fetch هي delete وبخصوص الheaders فأنا أريد أن أرسل لا أريد أن أرسل json هنا لن أرسل أي شيء يمكن أن لا أحدد لكن فعليا أنا يجب أن أحدد لأن فقط يحق لهم delete فسيكون هنا لدينا و الذي وضعناه في وقت سابق بال فإذا هنا يمكن أن أجلب فإذا هنا قمت أنا فعليا طبعا هذا لأنه يعيد لي لكن هذا ليس async فيجب أن أجعله async فكيف ذلك كل وساطة أضع كلمة async هنا وتهينا طيب هذه الresponse إذا كانت not ok فأنا أريد true new error نفس الشيء something went bad غير ذلك سأقوم بالتحول للصفحة الرئيسية وحتى يتم catch لهذا error الذي أنا وضعته هنا فيمكن بكل بساطة أن أضع هنا try and catch statement هنا وهنا أكتب catch e أو error وهنا console dot load لهذا error طبعا أو هذه l-e يعني فإذا جيد فإذا ممتاز أعتقد هكذا كافي الآن لنجرب فإذا سنذهب إلى الصفحة هنا فسأحدث احتياط ولاحظوا هذه l-id لها 11 إذا قلت من نقل delete are you sure you want to delete this yes أوكي حولا إلى الصفحة الرئيسية هل تم حذف هذا نعم تم حذفها لنعود إلى السرابي ولنرى هل ال-id التي ال-id لها 11 ذهبت نعم ذهبت فإذا ممتاز فأنا في هذه اللحظة قمت بتحقيق شيء مهم جدا هو أنني قمت بحذف وصفة فإذا ماذا لو أردت مثلا أن أعدل وصفة فأنا أريد تعديل فعند النقر على هذا يجب أن أعدل هذا الشيء الذي سنقوم به الآن